الحياة تعود شيئاً فشيئاً إلى طبيعتها في الجزء الشرقي من مدينة تعز الأمر استغرق أياماً حتى تحقق هذا الإنجاز فكتائب أبو العباس خاضت خلال الأيام الماضية جولة عنف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود في محاولة للهروب من استحقاق كهذا عدد من منتسب هذه الكتائب المثيرة للجدل أصبحوا جزءاً من قوات الأمن الخاصة المنشآة حديثاً التي تتولى حالياً تأمين المقرات لمنشآة العامة والخاصة التي تم إخلاؤها على أمل أن تتسارع الخطى لتسليم بقية المقرات منشآة أهلية وحكومية مدني مؤسسة مدنية ومؤسسة أمنية لغرض تشغيلها ويعاد تفعيلها بدورها كانت الاستلام استلام كويس جداً كان هناك تعاون قوي جداً من أصحاب أبو العباس والثاني من قبل أي أطراف أو حقاً ما مش أي مشكلة بالنسبة لذلك محافظ تعز أمين أحمد محمود حدد نحو 34 مقر رسمياً وخاصاً يتعين تسليمها على الفور وعين لجنة من القادة العسكريين والأمنيين لتنفيذ المهمة المحافظ أكد أن تعز تشهد تحولات مهمة تتمثل باسترجاع المؤسسات والمكاتب التنفيذية وبسط سلطة النظام والقانون في كل المناطق داخل المدينة وذلك عبر أدوات الدولة ممثلة بالجيش الوطني والأجهزة الأمنية وشدد المحافظ خلال اجتماع موسع بحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن ومدير الاستخبارات العسكرية على أنه سيتم إخلاء كافة المؤسسات على مراحل ووفق معايير الأهمية والأولوية وإخلاء كل الأماكن داخل المدينة وإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب وتجهيزها للعمل خدمة للمواطنين نائب رئيس هيئة الأركان العامة أكد أن تطبيع الحياة العامة في تعز يحظى باهتمام كبير من رئيس الجمهورية الذي يتابع بشكل مباشر الطورات والإجراءات الهادفة إلى تطبيع الأوضاع ودعم جهود السلطة المحلية لتثبيت الأمن والاستقرار وتوحيد كافة الجهود لاستكمال عمليات التحرير وتطهير ما تبقى من المناطق من سيطرات الميليشية الإجرامية وثمن اللواء الزنداني التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء تعز والتي تقدر بخمسة آلاف شهيد وأكثر من عشرين ألف جريح الاستحقاق الأكبر الذي يتعين إنجازه في تعز هو استكمال التحرير استنادا إلى الزخم الذي يشكله وجود قيادة عسكرية عليا لتستبين بنفسها صعوبة المواجهة في هذه الجبهة في ظل شح الإمدادات والحصار المفروض على المحافظة من أكثر من طرف ترجمة نانسي قنقر